في جملة بتقال كتير قوي عدو المرأة هي المرأة نفسها وإحنا دايماً بنحاول كبنات وكستات جاهدين على فكرة إن إحنا نغير معنى الجملة دي أو ننسف الجملة دي لغاية ما جات بصراحة الأستاذة المخرجة الكبيرة لناس ضغي دي كان في لها لقاء من يومين وقالت تصريحات كتيرة قوي مثيرة للجدل هي أصلاً حتى بأفلامها تبقى مثيرة للجدل عشان هي بتناقش ودايماً بتتكلم عن الحريات بتتكلم دايماً عن حرية المرأة عن عدم استعباد المرأة وترفض الظلم للمرأة وأفلام كتير قوي على فكرة لو عديت ممكن أقولكم زي فيلم قضية سميحة بدران وامرأة واحدة لا تكفي وستاكوزا ودانتلا ومذكرات مراهقة وغيرهم كتير من الأفلام كانت دايماً بتتكلم عن المرأة صراحة كانت بتدافع عن المرأة وبتدافع دايماً إنه المرأة دي في لها حرية كاختيار العمل واختيار الشريك وإن هي تتحرر من العادات والتقاليد لحين إنه صدمتني وصدمت ناس كتير قوي بالتصريحات اللي حصلت مؤخراً وأهم تصريح هتكلم عنه النهاردة عشان كده بقول إن إحنا ما بحبش جملة عدو المرأة هي المرأة نفسها قالت بالحرف أنا هقول بالحرف قالت إيه؟ قالت أنا مش أنا مش مع إن التحرش بيجي من الراجل لكن الست في جزء من تصرفاتها بيخلي الراجل يتحرش بيها أعيد تاني عشان تستويبه عشان أعدت الجملة دي وربنا ثلاث أربع مرات عشان أصدق إن الناس تغيدي اللي قالت الجملة دي بعيداً عن أول جزء هي مش مع إنه التحرش بيجي من الراجل قالك لأ الست في جزء من تصرفاتها بيخلي الراجل هو اللي يتحرش بيها إزاي يعني؟ ما الراجل أنا مش بحب أقول صراحة كلمة الراجل اللي بيتحرش عشان الراجل المحترم ما بيتحرش بحد الراجل المسؤول ما بيتحرش الراجل المتربي ما بيتحرش حتى حتى على فكرة حتى لو الست شجعته على ده حتى لو الست زي ما حضرتك كنتي بالطالب كتير قوي إنه فيها إيه لما نحنا نلبس بيكيني أو نلبس مايو نلبس لباس البحر على البحر حضرتك قلت ده في مقابلات كتير قوي ودي طبعاً حرية شخصية اللي عايزة تلبس مايو وحضرتك دايما بتنادي بالحريات دي حتى لو الست كانت لابسة اللي نفترض على بحر أو لابسة اللي هي لابساة ده مش مبرر أن الراجل يتحرش بالست خالص وأكبر دليل على الكلام ده أن الرجال أو الذكور بيتحرشوا بالمحجبة يتحرشوا بالمش محجبة بيتحرشوا بالمنتقبة المنقبة بيتحرشوا باللي لابسة عباية بيتحرشوا بالأطفال أنا عايزة أسمع بس الجواب على السؤال ده حقيقي هم مفيش ذكور يتحرشوا بالأطفال ولاد وبنات في أطفال لا يتجاوزوا العشر سنين من عمرهم وتم اغتصابهم اغتصابوا من ستات ولا من رجالة هل الطفل ده أثار غرائز الراجل عشان يتحرش به؟ إيه التناقض الكبير ده؟ فكرت كتير قوي أنه إيه اللي يخلي ست دلوقتي أن هي تغير كلامها؟ هل السن؟ هل الست لما بتكبر بالسن بتقول لأ أنا زمان مثلا كنت عملت أو صرحت بحاجات أنا النهارده نادمة على ده؟ فلو حضرتك نادمة على ده ففيه تاريخ مفروض أنه مش المفروض أنه ينسب ليكي عشان التاريخ بينادي بالحريات بينادي باستقلال المرأة إزاي قادرة تحطي عينك في الكاميرا وتقولي الستة هي المسؤولة عن التحرش إزاي بقى؟ أو الستة بتعمل حركات أو ممكن أن هي تثير غرائز الراجل وحتى لو حضرتك بتتكلمي عن نسبة قليلة حتى لو خمسة في المية أنت كده يعني وكلامك كان موجه لستات كتير قوي وستات كتير قوي اتعرضت مع حضرتك وعلى فكرة ما ينفعش أن أنت يتعممي بالعموم يعني حتى لو الأقلية دي كانوا 2 أو 3 أو 5% ما ينفعش أن أنت يتعممي المرأة غير مسؤولة عن تحرش الذكر الذي تقابله في الطريق بصريح العبارة وبلغة عربية فصحة